بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين توضيح وحل الأداء المهام الأدائية اللي مطلوب يحلوها طلاب سنة ربعة لجميع المواد وهنبدأ باللغة الإنجليزية طبعا لازم الطالب يستخدم مع المدرس حسطين علشان يعرف يحل المهام الأدائية أو يعمل مهمة على الأقل فهم نزلوا على صفحات الوزارة وبنك المعرفة مجموعة من الأداء وإحنا جبناها بالحل النهاردة بوسطة مدرسين ممتازين قاموا بحلها في جميع المواد أول حاجة بيجيب للصفحة كده وبيجيب للإسم والفصل والتاريخ وكده وبعدين بيقول لي عنوان الحاجة اللي أنا هكتب عنها فالمقال المهمة الأولى اللي معايا في اللغة الإنجليزية بيقول لي زيارة لمكان مشهور فأنت بقى عايز تروح تزور مكان مشهور فالمفروض هتكتب لي باراجراف عن المكان ده المكان ده فين؟ في الجيزة؟ في القاهرة؟ في الأقصر؟ في أسوان؟ ها كده يعني طيب طيب اللي انت شفته هناك؟ تمام؟ طيب ليه هو مشهور؟ يبقى هو عايزك تجاوب على الأسئلة دي من خلال الباراجراف اللي انت هتكتبه في نفس الوقت بقى انك هتعمل ايه؟ هترسم صورة توضح لي المكان ده؟ فعلى سبيل المثال لو احنا اخترنا مثلا الأهرامات لو احنا اخترنا الأهرامات بتاعت الجيزة هنقول له هو بيقول لي في الأول هقول له ايه مثلا؟ هقول له آه هو فيك في اجابات تحت هي بس لحد ما صعبة فأنا بس عايزين نسهل شوية هو هنا بيقول انا والأسرة هنروح مكان مشهور الشهر اللي جاي دي اول جملة كده لحد هنا كده انا والأسرة هنروح مكان مشهور الشهر اللي جاي دي الجملة الاولى الجملة التانية احنا هنزور المتحة في المصر الجديد في الجيزة لو الكلام ده صعب نقول له زي بيرامد احنا هنزور البيرامد الأهرامات الجملة الثالثة The Egyptian Museum is famous for memories rooms مشهور بيه الممي رومز اللي هي حجرة المميوات مشهور بيه حجرة الممياء المعالم الأسرية احنا هنشوف الممياء وناخد صور كتيرة هنشتري برضو هدايا لزميلنا لازم الطالب يكون يعرف يكتب جمل زي كده يعني هو الموضوع مش صعب اه لاي حاجة يعني هقول له مسلا هو بيقول لي لو انا هتكلم عن الاهرامات مسلا هقول له اتكلم عن الاهرامات واقول له زي هي تكون ان في واقول له بقى ايه جيزة هي تكون انجيزة مسلا يعني المكان المشهور ده ماشي يعني انت بتجاوب على الاسئلة فانا بعملك الطرق دي علشان الطالب يتفاعل مع الاستاذ عشان الاستاذة هدي له درجة مش على ان هو ادى المهمة وخلاص لا ان هو اتكلم معاه في المهمة بتاعته فلازم الطالب يعرف المهمة كويس تمام طيب عموما انا ايه هسيب لكم الرابط بتاع المهمة دي او المهمات اللي هنقولها كلها اللي جاية اسفل المهمة التانية بيقول لي الابوم الاسرة يعنى عرفني باسرتك فبيقول لي انت عاوز تعمل لي الابوم بتاعvat بتاعتك. اكتب لي عادة عن البوم الاسرة. اه الزبيب والن يور فاميلي الناس اللي في اسرتك اقول له عايش مع جدي مع جدتي مع بابا مع ماما جرامبا جرامبا الفازر المازر السسترز البرازرز لو انكل وانتس لو عمتك وعمامك كازنز ولاد عمك قل لي كله. وارسم لي صورة كمان فيها الاسرة بتاعتك وصورتك انت في النص. مسلا صورة زي كده وتبقى صورتك انت موجودة فين? في المنتصف. فانا هقول له برضو. this is my family هي دي اسرتي. عبدالرحمن عند زهرة. اجدادي هم عبدالرحمن وزهرة. عايشين في الاسكندرية. مع بت ليلي. ده عم سامي. عنده صحاب كتيرة. ممكن اقول وظيفته. هو يعمل في مستشفى. يعني عايزك تزودلي كده على قد خمس جمل. تمام? I can see mom and dad. انا اش عارف ماما وبابا. we live in a big house. احنا عايشين في بيت كبير. and this is my sister rana. ودي اختي رانا. she is seven years old. عندها سبع سنوات. my cousin dina and ziyad come to visit us. اولاد عم بيجوا يزورونا. كده يعني. تمام? المهمة التالتة بيقول لي shopping list. shopping list قائمة تسوق. على الاساس ان ماما كتبت لك شوات حاجات تجيبهم من السوبر ماركت. فبيقول لي. your mom 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 tak want to stop buy singes. عايز اشتير حاجات من السوبر ماركت. وطبعا ده درس واخدناها. help your mom ساعد مامتك بربيرا shopping list. ان هي تجهز shopping list دي. بيقول لي اكتب عن. the money you have. الفلوس اللي معاك. singes your mom want to stop buy. الحاجات اللي عايز تشريها ماما. price of some items. بعد اسعار الحاجات. وبعدين بيقول لي ارسم صورة بقى انت ومامتك في مركز الايه. التسوقوا معاكم البقالة اللي هتشتروها. طبعا. اللي اتكتب. we usually go to the super market. احنا عادة بنروح السوبر ماركت. every saturday. كل سبت. i go with mom. to the super market. بروح مع اماما هناك. today النهاردة عمعانة 300 جنيه. we need to buy meat vegetables like onions fruits like bananas. احنا هنشتري حاجات اه لحمة وخضروات وموز وفواكه وكده. a kilo of meats costus. كيلو اللحمة بيكلف 150 باوند. 150 جنيه. and the grocery costus around 100 باوند. والبقالة البقية بتكلف حوالي 100 جنيه. so we will not but cheese today. مش هنشتري مش هنشتري جيبنا النهاردة. that we will be enough for today. هيبقى في الدرجة العشفلوس اللي معانا. we need to save on some money. محتاجين نخلي فلوس. saving money is always good idea. وان احنا لو وفرنا فلوس دي هتبقى فكرة جاي. طيب دي كانت اه مهام ادائية لله اللغة الانجليزية. بالنسبة للتكنولوجيا بيقول لي عمل لي رسم تخطيط يقوم بجهاز الكمبيوتر لمعالجة البيانات بداخله. وصف المهمة. عزيز الطالب. يقوم جهاز الكمبيوتر بتخزين البيانات ومعالجتها واخراجها في صور معلومات. ارسم خطوات عمليات ادخال البيانات ومعالجتها داخل الكمبيوتر حتى تظهر المعلومات على الشاشة. في حالة توفير اقلام التروين يمكنك استعمق يعني لون برضو علشان ايه توضح. يمكنك الاستعانة بنظام التشغيل وحدة المعالجة ادخال البيانات شاشة العرض. فطبعا انت ترسم الحاجات دي ما وهي محتاجة رسمي يعني انت مش هترسمها تلونها تقصها من صورة وتلزقها كل ده ينفع يعني. بتجيب كده ترسم الحاجات وتقوله ادخال البيانات ده من نظام التشغيل. بعدين وحدة المعالجة المركزية. بعدين يبدأ اظهر على شاشة ايه العرض. انت بدخلها من خلال الكيبورد. بعدين يمسكها جازة التشغيل عشان يعرضها على الشاشة. تعليقها وحدة المعالجة المركزية. بعدين ايه شاشة العرض. تمام? طيب اه دي مسلا مهمة. هنا بيقول لي ارسم ملصقا اعلانيا موضحا عليه بعض العبورات والرسومات. ترشيد استهلاك المياه. المهمة التانية يعني. فبنفس الطريقة بقى هاعمل ايه? هارسم مسلا اه الحفاظ على المياه ضرورة. اه طرق ترشيد المياه. ارسم صنبور ومية كده. واقول مسلا تثبيت الصنابير التي يعني تصليح اصلح الحنفية اللي بتنقط. مسلا يعني. اه مسلا اصلاح الصنابيرة هي التالفة. كل دي ايه? كل حاجات اعرف اعملها بسهولة. هنسيب لكم الحاجات في رابط تحت الفيديو بالتوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.